السلام عليكم معكم دكتور سليم محمود إريطم النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الرد على أسئلة المتابعين وأنا كنت في الجزء الأولاني رديت على حوالي 35 سؤال وإن شاء الله هنكمل الرد على باقي الأسئلة لو ما ترميك كانوا حاجة و70 سؤال 70 أو 71 سؤال هنكمل معاكم الرد على الأسئلة السؤالي 36 يا دكتور فيه خطوط بني في الضوافر وفيه نقطة زي حبس دم موجودة في الضوافر كده هل عليها علاقة بأمرار الدم ولقص فيتامين لازم زيارة الدكتور أو الطبيب المختص عشان طبعا بالنسبة للنقطة البنية السؤال 37 زيادة الوزن الأطفال عايزين حاجة أو علاج لتزول وزن أطفال عمر خمس سنوات لازم تحليل براس عشان نشوف هل فيه ديدان أو طفايليات وتحليل صورة دم هل فيه أنيميا ولأ ويأخذ في الربلوبين شراب خمس سنتي كل يوم قبل الفطار وإيجي جرس بودرة معلقة كبيرة قبل الأكل معلقة كبيرة على كبيرة لبن أو عصير أو مية بعد الأكل ثلاث مرات في اليوم السؤال 38 فيه الدكتور تورم مع انتفاخ في القدمين للوالدة وتأخذ علاج الضغط العالي ويقالما هل فيه كريم موضعي قبل ما نأخذ الكريمات الموضعية فيه كريمات موضعية كثيرة لتورم معلقة لكن قبل ما نأخذ الكريم الموضعي لازم نعرف هل فيه مشاكل في الكلا لازم تحيل وظائف كلا والعرض على دكتور بطنة ضروري السؤال 39 الضوافر تطلع في الشمال لكن في اليمين لا وعايز حاجة لتفتيح الرقبة والأمواطق الحساسة طبعا بالنسبة للضوافر أفضل حاجة للضوافر هو البنتو جار أو نوتوشن فوريورهير حباية بعد الفطار برضو عدخال الضوافر في الأيدين تطلع كويس وممتازمة وأفضل حاجة لتفتيح الرقبة والأمواطق الحساسة هو هارفي سبري سبري صبح ومرة صبح ومرة بالليل أو مينوف أو البرلا كريم دهان مرة صبح ومرة بالليل السؤال 40 في خطوط حمل في منطقة البطن طبعا لازم تمارين رياضية ماازل تقول مع ستاندي مارك الكريم أو فليكستورم جيلا أو كريم دهان بحركة دائرية مرة صبح ومرة بالليل لمدة ثلاث شهور السؤال 41 بشرة عايزة حاجة لنظرة البشرة وهل تنفع تعمل تأشير وايه نوع التأشير ممكن تستعمل كابسولات لنظرة البشرة زي سيرترد 500 كابسول في فيتامين سي كابسولة كل يوم مع الفطار مع بيرلا كريم حاجة لنظرة البشرة تفتيح البشرة دهان مرة الصبح ومرة بالليل وعايزة حاجة تعمل تأشير في تأشير كيمياء أو تأشير ليزر وده تحت خاص دكتور الجلدية المختص السؤال 42 عايزة حاجة يا دكتور طول الشعر بسرعة هو فيش حاجة تطول الشعر بسرعة لازم الهدوء لان الشعر ده عامل زي الزرع كده لازم ياخد وقته طبعا لازم اعمل تحليل الغدى الدرقية وتحليل صورة الدم وتحليل صورة الدم والغدى الدرقية من الحاجات الكوائية المفيدة جدا عشان نعرف هل فيه مشاكل بتأثر على الشعر وتاخد طب هيرلسيون دهال الشعر والفروة صبحه بالليل ونترشان فريور هير حباب على الفطر أو هيرتون كابسول كابسولة بعد الأكتات مرات في اليوم وتستعمل شامبو كويس زي ألوكادي اس أو لوجي باكت شامبو للشعر ثلاث مرات في الأسبوع السؤال 43 حبوب تحت الجلد يا دكتور موجودة وعايزة علاج البصور البيضة الصغيرة طبعا لازم تاخد تأشير كويس ممكن نستعمل أكريتين ده هنخايف كل يوم بالليل أو مربلين كرين ده هنخايف كل يوم بالليل بس لازم يشطف بعد نص ساعة وبالنسبة للحبوب الصغيرة دي برضو عايزة معا التأشير وكاستعمل برضو كريم كويس جدا اللي هو الأكني ستوبة والأكرين كرين ده هنخايف كل يوم بعد غسول مناسب زي ستارف الغسول وفيه لو في حبوبة تحت الجلد ممكن أستخدم لها زي نظام جلد الوزة هنا البنسنول مع الكرباماين السؤال 44 علاج نحافة الوجه وحاجة تزود الوزن احنا قلنا بيعمل تحيل برضو غضة ضرقية وبعمل تحيل صور الدم وبراز وبردو بستعمل برايم روس كابسول كابسولة بعد الأكل تات مرات في اليوم مع إيجي جروس بدرة مع لقتين كبارة على كوبية لبن أو عصير أو مية تات مرات في اليوم بعد الأكل مع رأس خميرة قرصين بعد الأكل بساعة تات مرات في اليوم مع زين كترون كابسول كابسولة بعد الفطار السؤال 45 علاج من غضة فرط 12 غضة وبتاخد كربيمازول وفيه دكتور قال لها مش عالية طول عمره ودكتور قال لقه وعايزة حاجة لتسمين الجسم كله وعمل تحيل براس وفي أعياء بتاخد العلاج طيب بالنسبة الأول شقة من السؤال كربيمازول لازم طبعا بتتابع مع دكتور غض كويس جدا وهو اللي بيحدد الجرعة وعلى أساسها بتماشي عليه الجرعة كام وبيزة بطلال جرعة أما بالنسبة لتسمين الجسم كله كويس نعمل تحيل براس فده كويس عشان خاطر تعالج الأميبة ويبتاخد برضه زي ما قولنا قبل كده يجي جرس مدرة مع لقتين كوبارة على كوبية لبن أو عصير أو مية ثلاث مرات بعد الأكل وعراس خميرة قرسين بعد الأكل بساعة ثلاث مرات وفيه الريجلوبين كابسول كابسولة بعد الفطار وزين كترون كابسول كابسولة بعد الفطار السؤال الستة واربعين حبوب الشباب عمر 14 سنة نقولنا طبعا ده لازم تأكل أو حاجة أنها حبوب شباب واستعمل غسول كويس زي أكرن غسول أو استرفل غسول واستعمل كابسولات دوكساميسين كابسول كابسولتين بعد الفطار بعد العشا أول يوم بعدها كابسولة بعد الفطار وبعد العشا وستعمل لو مش عايز تستخدمي غسول بستعمل صابونة زي موم فيس أو كلير فيس صابونة وممكن يدهم بالليل ده لحب الشاب أكنيس طوبة أو أكرن كريم ده نخيف كل يوم قبل النوم السؤال الستة واربعين أنا بنتي بستعمل لها عندها سنة بس تعمل لها حمام زي بندولين وشام بندولين وماشي معاه كويس بس البندولين كريم مجايش على شعراء ممكن تسمي لون كريم كويس جدا السؤال الـ 48 برايم روس كابسول باخد كابسولة كل يوم هل ينفعل استمار عليه احنا قلنا على رغم أنه أمان وفايتو إستروجين إستروجين طبيعي لكن عشان مخاطر الإستروجين بستمر عليه بس طيات شهوره الكفاية على كده ممكن اوقف ستشهوره وكره تاني مفيش مشاكل السؤال الـ 49 هناك تصبغات في الوجه وبعاني من فيه تحسس وفيه تأشير فيه الوجه والبشرة جافة هو البرلا كريم او الهارفي او اللايت اوب كريم الحاجات كويسة جدا دهام مرة صبح ومرة بالليل السؤال 50 برايم روس كابسول غير متعطفر بالسودان هل في بديل؟ برايم روس كابسول في أي دولة على مستوى العالم موجود بأي اسم سواء برايم روس كابسول برايم روس بلاس كابسول كابسولات ظهرة الربيع المسائية افنينج برايم روس اويل كابسول موجود بأي صيغة من ده هو واحد وفضل بتركيز 1000 ميلي جرام السؤال 51 تجاعت حول العين؟ هو تجاعت حول ايه ممكن استعمل ارجنتو محيط اين كويس جدا وحفر الوجه طبعا الحفر طبعا ليزر تحت اشراف دكتور جلدية متخص السؤال 52 مش باكل خالص ايه الحل؟ لازم اعمل تحاليل براز ولازم اعمل صور الدم وغضة دراقية واخد حاجات تفتح الشهية ممكن ناخد زين كترون كابسول كابسولة بعد الفطار واخد برده ايجي جروس بودرة مع ايجي جروس برده بعد الاكل 3 مرات في اليوم السؤال 53 كريم فعل لديك حب الشراب و اكنستوب او اكرين كريم الحاجات كويسة جدا دهان خايف كل يوم قبل النوم السؤال 54 زيت او كريم او مقوّل بساط الشعر هو زيت زي روني هيرس بريك كلمت عنه قبل كده او كريم للشعر زي كافة او كافة دي اس كريم الحاجات الكويسة جدا السؤال 55 كريم مزين لحروق الشمس والكلف والصبغات البوع البني احنا قلنا اتكلمنا على بيرلا كريم او فاتكس كريم او هارفي كريم او لايت اوب كريم او حتى بايو بالانس فيشيال وايتنينج كريم حاجات كويسة جدا دهان صباحا ومساءا السؤال 50 سيرترد 500 كبسول غير متوفر ايه البديل؟ ممكن اخد بقى فيتاست دي مفوار اخد قرص عونس كبات مية بعد الفطر وبعد العشاء السؤال 57 سيرم او كريم غير ايفا كولوجين او انفينيتي لعلاج التجاعد العميقة وعلاج المسام الواسعة طبعا هي المشكلة ان تجاعد والمسام الواسعة بيبقى عايزة برضو تخصد دكتور جلدية وليزر بس احنا ممكن فيه سيرم مستورد اسمه فيتشي لايف اكتف سيرم تن سوبريم فيتشي لايف اكتف سيرم تن سوبريم ده ما حاجات كويسة جدا للتجاعد سؤال 58 بطخم فوق جامد وجسم انتح ضعيف والدكتور قال لالعضات ضعيفة هل في علاج؟ طبعا لازم ممكن نعمل تمرين رياضية وممكن نعمل برايم روس كابسول كابسولة بعد الاكتف مرات في اليوم مع اوميجا سري بلاس كابسول كابسولة بعد الاكتف مرات في اليوم 3 شهور السؤال 59 علاج فعال للتجاعد والخطوط البيضة ممكن استعمل للتجاعد فيه كريم اسمه كريم ليلي ده برضو فيه كولاجن وهي دهان كل يوم بالليل وممكن لو تجاعد جامدة صبح وبالليل ومشي عليه 3 شهور السؤال 60 كلف الحمل من الحاجات الكويسة او البرلا كريم دهان صبح وبالليل السؤال 61 افضل نوع فيتامين سي من شرط يكون مصري هو ليه مصري كويس سيريتر ده 500 كابسول كويس كابسول بعد الفطار او اخد بقى اللي هو حاجات التي تجيب مستوردة من امريكا زي اللي هو الفيتامين سي كومبليكس السؤال 62 هل الكولوميد اللي علاقة بالحام التوام هو الكولوميد بيزود فرص الحام بس ممنوع تستعملي كده الى تحت اشراف طبيب السؤال 63 حاجة للتخصيص والسد الشهية هو شتيو جري كويس جدا كابسولة قبل اكل 3 مرات في اليوم معك ببيتين مياه كبار السؤال 64 علاج لاثار حبوب الشباب هو ياما ليزر ياما بستخدم كريمات تساعد على تخفيف اثار حبوب الشباب مثل فاتكس بيرلا كويسة جدا السؤال 65 حجم السادي هل فيه علاج لصغر حجم السادي حيانا مفيش حاجة فعالة واكيدة غير بعمل تمارين رياضية بعمل زيوت مساج زيت الحلبة والسمسم وكما باخد برايم روس كابسولة واوميجا سري كابسولة من كل نوع ثلاث مرات في اليوم بعد الاكل وقراص الخميرة بعد الاكل بساعة ثلاث مرات مع تمارين رياضية الضفر مغروس في اليوم لازم طبعا حد يشوفها طليب جلدية مختصة يشوفها لان ممكن تكون فطريات السؤال 67 برايم روس مع الخميرة بيزود ماطل قنوسها عشان مش عايزة بطن تخس طيب مش عايز بطن تخس فالخميرة عتساعد ان البطن متخسش مع الخميرة مع الأوميجا سري السؤال 68 حاجة تقل المخزون الحديد اسف دي لازم تحت اشراف دكتور باطيني كويس السؤال 69 مقشر بس امن هو المقشر بيختلف من نوع التاني يعني اكريتين او اكنفري او مربالين او ادابالين جيل كده مقشرات بس استماد هنخايف كل يوم قبل النوم ويكون بالليل وفي ضوء خافت وضوء قليل واشتوفه بعدها بنص صيعة السؤال 70 ينشف البشرة والبشرة عندها مختلطة هل استرف الغسول ينفع استرف الغسول او اكرن غسول ينفع متميز جدا للبشرة المختلطة سؤال 71 هل استعمل كريم زي ديرما سوفت مع سيرم زي سيميكس ولا واحد كافي ممكن استعمل السيرم مثلا لو استعملته بالليل واستعمل الكريم الصبح او العكس بس اهم حاجة بيبقى فيه زي ااخد فاصل ساعة او ساعتين ما بين الكريم والسيرم واثنين كويسين جدا للبشرة ومبطرة البشرة دو كل بقية الاسئلة التي كانت متأسين على المنتدى وان شاء الله ما كنتش نسيت اي سؤال وان شاء الله اكون دايما في خدمتكم وان انا ارد على كل اسئلتكم ان شاء الله وان شاء الله كل فترة اخرى اعمل فيديو من الفيديوهات دي ارد فيها على كل اسئلة المتابعة وانا اخد بالكو برد على كل التعليقات اللى موجودة على اي فيديو بننزله على اليوتيوب يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم